طيب قلبي كده ما تزهر السكرين عندك? تزهر يا دكتور. طيب تمام. وكده بدأنا برضو مفروض الريكورنين. تمام. اه طيب هو ان شاء الله مفروض الكورس ده. هو العنوان بتاعه يعني جرين الالكترونيكس. او اللي هي الالكترونيكس. اه صديقة البيئة يعني. اه وهنتكلم بقى شوية بتفصيلة على الايه? على ايه اهمية الكلام ده? والكورس بتاعنا هي بعبرة عن ايه يعني. اوامل الكورس بتاعنا. هنبدأ نكتلم الاول على ايه هي يعني ايه اهمية طبعا اهمية الجرين الالكترونيكس. وتأثيرتها على البيئة. وازاي نقدر ندخل جزء في الالكترونيكس بتاعنا. بحيس ان البرودكتس اللي احنا بنخرجها في الاخر الالكترونيكس اللي احنا بنعملها ديزاين وبعد كده بتتباع وتروح لكونسيومر. ازاي الكلام ده كله? اه ما يبليوش ليه تأثيرات سلبية على البيئة يعني. تماما فهو الكورس شوية زي ما تشوفه يعني نظري لحد كبير يعني. اه في بعض الحاجات للدزاين. اه ودي انا حاولت في الكورس يعني بتاعت السنة دي ازودها اكتر يعني عشان تبقى برضو اه مور ليكو يعني اللي هيشتغل كمان في مجال الالكترونيكس بعد كده يعني. اللي هي بالذات ال ايه? التابكس التالت والرابع. يعني هو اول اتنين تابكس دول اللي هو الامبيرومينتل بروجرس. اه الالكترونيك برودكتس. والاي ويست. دول الحاجات شوية اه نظرية يعني. اه الجزء الشوية بقى براكتكال ممكن يبقى شوية للدزاين. اه شوية للطريقة اللي انت بتسيميليات بيها الدوائر وبالدزاين بيها الدوائر هي الجزء بتاع reliability. اه. green electronic systems وreliability nanometer cmos. يعني يمكن الجزء دا بالذات اللي هنحاول يعني نتوسع في اكتر ان شاء الله في الكورس. اه. اللي هو reliability nanometer cmos. ولانه مربوط حقيقة بالجرين elektronics والسستينابيلتي بتاعة ال ... ال ... ecosystem دا. انت ات design ... ريلايبل بروتكتس يعني. وهنشوف ازاي ده هيروبوت بالايه. الكلام ده بالجرين الاكترانيجس يعني. تمام؟ وبعد كده بقى defending على الطايم طبعا لان انا ما عرفش طبعا يعني كده بقى ديني الكورس متاخر. فلسه مش عارف في الوقت هيسمح نكمل قد ايه في الكورس كونتنس هنشوف بقى حسب الوقت هيمشي ازاي معنا. هنتكلم بعد كده على الكونورجان لان زي ما هنتكلم يعني او ممكن تكونوا قرية طبعا عارفين يعني الكلام ده من اكتر المشاكل في الالكترونيك كومبوننس وجود الالد تمام؟ الالد اللي هو الرصاص طبعا يعني تسمعيني يعني اضرار الصحية بتاعت المواد اللي هي زي الرصاص يعني او الالد فبتبدأ الناس تتجه لحاجة اسمها الالد فري اسامبلي وش معنى اسامبلي لان هو الالد اكتر حاجة ومستخدم فيها في الالكترونيك كومبوننس هو عملية الاسامبلي عملية الاسامبلي اللي هي عملية التجميع بتاعت الالكترونيك كومبوننس زي مثلا لحمات ما تيجي تلحم مثلا اي سي على برينتت سيركيت بورد تلحم ريزيسترس تلحم كاباسترس تلحم حاجات زي دي يعني انت لو جبت فتحت مثلا لابتوب او بي سي وجبت بص على الماثر بورد بتاعته او اي الكترونيك كومبوننس يعني طبعا طبعا هتشوف البي سي بي اللي هي اللي هي بتبقى البورد اللونها اخضر دي يعني او اتبقى لونها ايه يعني بس في الاخر اكتر حاجة هتشوفها هو اللد ده هو ايه اللي هو بيبقى المعدن اللونه السيلفر او الفض اللي هو بتستخدمه في اللحمات بتاعت ايه الكومبوننس يعني فيمكن دي من اكتر النقط اللي هي نتكلم عليها شوية يعني وايه الالترنتفز بتاعته الله الانس بتستعمله وهكزة يعني بتأثير الكلام ده اا على الات Fear بتاعت تابعا برضو معلش ارجعه بس لنقطة ريليابلتي برضو ليهhabلتي دي مهمة اللي هي في النقطة الثالثة والرابعة وتربط بالجرين الالكترونيكس ده انت لو فكرت فيها تأثير الالكترونيكس على البيئة او التأثيرات السلبية على البيئة بتيجي مينلي من او 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 ازاي بتتخلص من الالكترونيك اكويتمين دي في الاخر بعد اللايف تايم بتاعها ما يخلص يعني زي ما هنشوفه فبالتالي في الاخر الالكترونيكس بتاعتك دي هتتحول الى ويست ما تطار ترميها يعني عندك موبايل مثلا تستعمله كزا سنة في ناس مكتبون بضاير موبايل بتاعها بعد عشر سنين في ناس مكتبون بضايره بعد خمس سنين في مسؤول بضايره بعد سنتين يعني على حصل طبعا كل مستهلك بيبقى لي ايه certain characteristics في الاخر ده بتحول الى ويست ممكن بيترمي في الاخر طبعا ممكن حد تاني يستعمله اكذا بس في الاخر بيترمي تمام؟ فالى جانب موضوع الـ upgrade ده انت ممكن يبقى الـ electronic component بيبوز بعد فترة فبيترمي تمام؟ فدي بقى تخش فيها قصة الـ reliability لانه هو برضا هيتحول في الاخر الى ايه الى ويست نتيجة حاجة تمام؟ نتيجة سواء انت عايزت الـ electronic component ده ولا سواء هو حصل له انه هو بعد فترة ووقف ما بقاش يشتغل نتيجة مشاكل في الـ reliability بتاعه فدي معنى كلمة reliability لان انت الـ design reliable product يقدر يعيش الـ full lifetime بتاعه وهنتكلم طبعا يعني different segments different markets بيبقى لها different specifications في الـ reliability يعني مش كل حاجة الـ reliability بتاعتها تبقى زي بعض في products معينة انت بتعمل لها design في البداية عارف ان الـ product ده مثلا اخر هيعيش سنتين ثلاثة والـ user هيغيره لكن فيه مثلا electronic equipment تانية انت بالـ design تعرف انه مش تتغير غير بعد عشر سنين او بعد عشر سنين او بعد عشرين سنة الاو مثلا بالـ design electronic component او electronic circuit هتحط في satellite مثلا انت عارف satellite ده مفروض يطلع يقدل يعني مش بعد سنة هتغيره وبعد سنتين هتغيره لا ده محتاج يقعد guaranteed for عشر عشر سنة مثلا different requirement of different reliability بتاعتها تعمد على الايه على different market segment اللي انت بالـ design دي electronic components بتاعتك يعني نتكلم بالتفصيل ان شاء الله على ايه على differences والحاجات دي يعني التفصيل فبعد الـ lead free assembly conversion برضه فيه topic ان شاء الله هنحاول نتكلم عليه اللي هو الـ IC finishes زي اللي هو يعني اللي هو هيربطنا بقى على الايه على الـ packaging زي ما هنشوف بعد كده يعني وبعد كده طبعا هن حسب بقى الـ time هنشوف هنقدر نغطي ايه من الكورس content بتاعنا ان شاء الله تمام زي فتوزيع الدرجات بس يعني افروض المادة دي عليها 100 درجة تمام اه 30 منهم بيبقوا اعمال سنة طبعا يعني اعمال السنة هنعمل هنحاول نلحق بقى نعمل project انا عارف طبعا ان الوقت يعني ما يزنوك لان انا بدأ انا كده متأخر يعني بس فانا هحاول نهاردة ان شاء الله كده في اخر عشر دايما من المحاضرة نتكلم على project عشان تحاولوا تبدأوا فيه as soon as you can يعني عشان نعود بس الوقت اللي ضع مننا ده يعني اه وبعد كده عندنا بقى الايه بالنسبة بال references يعني انا حطت لوكوا هنا listة بال main two textbooks اللي هم اول اتنين دول اللي انا محضر منهم معظم ال lecture notes دي lecture notes دي يعني تعتبر تلخيص للي الموجود في two textbooks دول تاكس بوك الاولاني هو اللي بيتكلم in general على green electronics lead free assembly وهنشوف ROHS compliant products هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل فده يمكن اللي هو بيتكلم على اول اتنين topics واخر اربع topics بعد كده ال topic بقى بتاع reliability نانوميتر CMOS ده في كتاب تاني يعني ايه بركز باب التفصيل على الكلام ده اللي هو analog IC reliability نانوميتر CMOS اه الى جانب بقى طبعا في بعض الايه ال published articles برضو اه اللي ايه المفيدة يعني لو بعض الاجزاء يعني بنتكلم على الكلام اللي موجود في ال articles دي يعني طيب لا يعني لو في اي اسئلة في المصطوع عن ايه يعني وقفوا ونتكلم فيها يعني زي من شايفين هو الكورس هيبقى شوية نظري فهو كله معتمد على ايه اا اا يعني ايه discussions يعني فموكن لو في نقطة مش واضحة يعني 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 يوقفوني ونتكلم فيها ونشرحها باستفاضة اكتر يعني ما تعتمدوش بس على ال bullets يعني اللي مكتوبة في ال slides يعني مغرف ان احنا نفتح discussions في الحاجات دي عشان نفهم ايه هي زي منقول ايه التأثيرات بقى السلبية لل electronics عالبيئة وازاي ان احنا هنحاول ايه different methods اللي احنا هنقدر نتغلب بيها على الكلام ده ون design more green products يعني طيب طيب فاول محاضرة نحاول يعني نركز على first two topics hopefully يعني نحاول نخلصهم يعني depending ان نشوف ان نخلصهم الاثنين ولا نخلص واحدة منهم depends فاول two topics كان عندنا في ال outline هو environmental progress in electronic products طيبك الاولين دل هو environmental progress in electronic products هنبدأ الموضوع الاول بان احنا نتكلم على الجانب التاريخي للموضوع تمام؟ يعني هنبدأ الاول بتا... يعني نفهم تأثيرات الالكترونيك product على ال environment تمام؟ وبعد كده ازاي بقى التأثيرات ال environment دي بدأت تعمل progress في ال electronic products يعني ازاي بدأت يعني نتيجة التأثيرات على البيئة اللي الناس بدأت تلاحظها من ال electronic products بدأ الكلام ده يفورس ال electronic products انها تمشي في سكة معينة بدأ يعني ايه بدأ الناس تستقانين وقواعد و rules تمام؟ عشان تبدأ تحاول تحمي ال environment من تأثيرات ال electronic products وبالتالي بدأوا زي ما هنشوف كمان شوية حطوا limitations مثلا على كميات المواد الضارة اللي موجودة تحط في ال electronic products او اللي بتطلع من ال waste وهكذا يعني وبعد كده بقى يترتب على ده الموضوع التاني اللي هو ال e-waste خلاص e-waste ده اختصار كلمة electronic waste خلاص وهنشوف يعني من ال discussion يعني ان electronic waste اصبح زيه زي الانواع العادية من ال waste اللي موجودة يعني في حياتنا طبعا في انواع كتيرة من ال waste في حيات البني آدم يعني سواء بقى في في عمليات التصنيع في عمليات الزراعة يعني وتفر احنا متكلم على انهي نوع من ال waste فاي waste موجود بيبقى لازم ليه طرق معينة ان انت dispose يعني ان انت تتخلص من ال waste ده بطريقة ما تدرش بالبيئة فطبعا زي ما هنشوف من ال discussion يعني ال 40-50 سنة اللي فاتوا كان فيه يعني زي من قولي ايه طفرة جبيرة جدا في ال electronics يعني ما كانتش historical من مئات السنين زي بقيت ال industries اللي في البشرية يعني زي الصناعة والزراعة والحاجات اللي زي دي تمام؟ لكن ال electronic products هتلاقيها بدأت تبوه مجامج جدا في ايه؟ في ال 50-60 سنة اللي فاتوا فبدأ يترتب على الموضوع ده انه بدأ يبقى فيه حاجة اسمها electronic waste تمام؟ وبدأ ان احنا لازم نبقى نفكر طب هنتخلص اذا هنتعامل ازاي مع ال waste problem دي وايه طبعا اضرارها على البيئة وازاي ده هي tie in بعد كده ويرجع يؤثر على عملية design بقى بتاع ال electronic products عشان برضو تحل مشكلة ال waste من المنبع او من source بتاعها مش تستنى لما المشكلة تحصل خلاص ويبقى عندك ال waste وانت بعد كده مش عارف بقى ايه تتصرف فيه ازاي تمام؟ تمام؟ فهنا نبقى نتكلم على اول topic اللي هو ال environmental progress electronic products ال introduction بس الاول طبعا يعني بعين ممكن من الصورة دي زي ما انت شايف كده ان eventually كل electronic components اللي فيها كميات الاسلاك والتليفونات والكابلات وكل الحاجات دي eventually بتروح تترمي في حتة وطبعا يعني بيبقى لها تأثيرات قارة جدا بالبيئة تمام؟ بتيجي بقى منين الكابلات والelectronics دي عندك آلاف ال computers وآلاف من ال cell phones اللي انت كل السنة بتجيت obsolete كمام؟ سواء زي ما قلنا واحد عايز يـ upgrade ال desktop بتاعه و بيرمي القديم عايز يـ upgrade التليفون بتاعه و بيرمي القديم و يجيب واحد جديد و هكذا في النهاية كل ال waste ده هيروح هيترمي في حتة زي ما نشوف دلوقتي هيبقى في تأثيرات سلبية كتير قوي عالبيئة و مش بس البيئة عالمجتمع او الناس اللي بتشتغل سواء في اللي هي scrap yards دي اللي هي بتخلص من electronic waste فيها تمام؟ ليه لان في الآخر كل electronic components دي زي ما هنتكلم كمان شوية هتلاقي بيبقى فيها mix of toxic chemicals يعني دايما هتلاقي فيها chemicals الchemicals دي بتتحول في الآخر الى toxic and poison ممكن تأثر في الآخر على البيئة و على الناس اللي هما بيشتغلوا في ال areas دي و مش بس الناس اللي بيشتغلوا يعني على المجتمع العمراني حولين المنطقة اللي بيحصل فيها لايه؟ التخلص من ال waste دي زي ما هنتكلم كمان شوية ها تمام؟ طيب بس مش معنى الصورة دي ان لا ما فيش حل لا هو في حل ان انت تقدر تعمل clean product durable product upgradable product recyclable product product فانا همعلم تحت ايه الاربع كلمات المهمة دي لان زي ما هتشوفوا الاربع كلمات دول هم اللي هيجايدوا طريقة التفكير بتاعنا في الكورس خلاص انك تعمل يعني فكر فيها كده يعني انك تعمل clean product يعني انت هتحاول تعمل product electronic product يبقى clean او green بمعنى ان انت هتحاول تقلل جدا كميات chemicals او الحاجات الضارة بالبيئة اللي انت هتحطها فيه من البداية فبالتالي هتعمل لك مشاكل قدام فده ايه؟ ده اول جزئية من الكلام في الكورس انه هو يبقى clean product او green طبعا green هي تحمل الكل يعني بس خلينا نبدأ واحدة واحدة فclean جزء من انه هو يبقى ايه؟ green product يعني clean مفيهاش المواد اللي هي زي toxic material دي طب a durable product بمعنى ايه؟ بمعنى product هيستحمل معك هيبقى هيعيش كل lifetime intended بتاعه وبالتالي دي تنعكس على الكلمة بتاعت الايه؟ بتاعت اللي كنا لسا نتكلم عليها في اول سلايد يعني يكون ان انا بديزاين a reliable product بل product that is durable durable بمعنى انه هو يستحمل فلاصلها مش هجيب مثلا التلفزيون واجهش هيداله وبعدها بسنة هلاقيه باط تمام؟ دي معنى كلمة reliable او durable product فبالتالي مش هيتحول الى ويست بسرعة لا بدل ما هيعيش سنة ممكن هيعيش عشر سنين طبعا assuming ان انا مش محتاج بقى اعمله ايه؟ upgrade اللي هي الكلمة اللي بعده تمام؟ products that can be upgraded بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما هتقدر تدزاين product بتاعك بحيث انه هو ما يبقاش obsolete بسرعة ده برضه هيخش as an important factor في موضوع green design ليه؟ لان نفس product عندي فحتى لما بعد مثلا ما يخلص lifetime بتاعه او بلاش نقول بقى lifetime بعد ما يبدأ انه هو يفقد يعني زي نقول ايه؟ الميزات بتاعته اليوزر ما يروحش يرميه يجيه واحد جديد لا ده اليوزر ممكن يروح يـ upgrade product يعني يروح يـ upgradeه مثلا يقدر نفترض يعني upgrade ده ممكن يبقى hardware upgrade ممكن يبقى software upgrade ممكن مثلا يركب حاجة عليه زيادة فيقدر increase performance بتاع product بتاعه فبالتالي مش هيتحول الى ايه؟ الى ويست بسرعة هيزود انك تـ upgrade product بتاعك لفا انت هتقدر تزود للايه؟ lifetime بتاعه وفبالتالي هتقدر تقلل تأثيراته على البيئة يعني النقطة الرابعة برضو products that can be recycled ودي من احد برضو الحاجات المهمة اللي اتكلم عليها برضو اجان ايه؟ ان الطريقة اللي انت بتـ design بيها your electronic components تبقى عامل في حسابك انك تقدر في المستقبل تعرف تـ recycle نفس المaterial اللي انت تستعملها دي فبالتالي مش هتروح to dispose of it as waste خلاص يعني dispose of it as waste معناها ان انت هترميها هترميها بقى هتتخلص منها ازاي هنتكلم على طرق التخلص من electronic waste بس بدل ما تعمل كده في سكة تانية اللي انك تعمل recycling يعني recycling دي معناها ايه؟ معناها إعادة التدوير يعني ان انت لا انا مش هرمي الـ waste بتاعي انا الـ waste بتاعي اقدر عامله recycling وارجع redesign a new product بيه فبالتالي خلصت من قصة الايه؟ مشكلة الـ waste عندي تمام؟ آخر بقى النقطة اللي هي النقطة الخامسة دي دي بقى اللي هي زي ما بنسميها بقى ايه؟ اضعف الإيمان بقى اللي هي خلاص يعني تحاولت عملت كل اللي تقدر عليه بس في الآخر في حاجة مش قادرت تخليها ولا clean ولا durable ولا تعملها upgrade ولا تعملها recycle طب دي هتضطر تعمل فيها ايه بقى؟ خلاص اللي فاضل بقى انا I will have to dispose of it اللي هو هتخلص منه بقى يعني اللي فاضل في الآخر ده هو فعلا من المينمم المينمام المونط مانت اللي أنا متطر أطخلص منه أمام؟ ففي الآخر هتخلص منه highly برضو احاول اتعلم طرق ان انا ادس بوز او الويست ده بطريقة ايه سيف بطريقة ما يباليش لها تأثير على البيئة وتتحول في الاخر الى هازردس ويست تأثر بعد كده على الايه على الانفايرومنت او البيئة او الايه او المنطقة المجتمع العمراني اللي هو حوالين الحتة اللي فيها الويست ده ملخص يعني ايه النقط اللي احنا هنحاول نتكلم عليها في الكورس يعني في ذات كأنه نقط اللي احنا هنتكلم عليها في الكورس وربطها بالايه في السجرين الالكترونكس امام؟ طيب اه فيعني ايه لو لو حاولت يعني انا حاولت ايه ده ادور على صورة واحدة يعني ايه نحاول تبقى معبرة يعني ايه هو الكورس ده يعني والأصلا اقول يعني ايه هو دي تاني سنة درس الكورس الحية كنت درسته مرة كده من عشر سنين يعني فاول محاضرة راحت الدرس الكورس ده فيه لقيت يعني ادنين طلبة جايين جايين جايوتو طريح انها مدحمسين جدا كان اول سنة تنزل فيها الجرين الكترونيكس يعني في اللايحة يعني ما ح Argent شكال لسه فاهم ايه هو الكورس ده فيها ما حتش كان لست فاهم ايه هو الجرين الكترونيكس كمم؟ فلاقيت بالجايين اول محاضرة يوا طرح ان نابسين تشتات خضرة عشان نهاردة اول محاضرة في الجرين الالكترونيكس يعني. كمام؟ فانا حاولت الاقي يعني ايه صورة يعني يعني الالكترونيكس فهي حاجة شبه كده يعني هي عبارة عن ايه كأنك بتفكر ان انت بتدزاين بي سي بي خلاص وليه بي سي بي لان زي ما هنتكلم دلوقتي البي سي بي ممكن تبعية من احد الحاجات اللي فيها اكتر الهارم فول المنس اللي موجودة في الالكترونيك كومبوننس اللي هي زي اللاد وحاجات تانية هنتكلم عليها اكتر دلوقتي يعني بس تخيل كده ان انت بقى بالدزاين البي سي بي بتاعتك دي على شكل ايه شجرة خضرة كده بحيث ان في الاخر بايه الالكترونيك كومبوننس بتاعك ده يتحول الى ايه ايه مش المنت يبقى مليان بايه هزردس فاكتورز للبيئة يعني فالجرين الكترونيك هنفوكس علي ان احنا نإلمنت الهارم فول المنس والكومبوننس اللي مقودة في الالكترونيك برودكتز بتاعتنا وازاي عملية ان احنا نعمل ريسايكلينج للالكترونيك برودكتز دي لما توصل للايه للـ end of life خلاص وكلمة الـ end of life دي يعني من الكلمات المشهورة شويه في الالكترونيك برودكت خلاص يعني يعني انت مثلا اي شركة هتلاقيها مثلا بتنتج مثلا الـ specific product خلاص الـ product دا عمره ما بيبقى ليه infinite lifetime زي ما قلنا الـ product دا يعيش 10-20 سنة فانت في الاخر عايز ترمى انه بعد ما يعيش العشر سنين او الـ 20 سنة او whatever lifetime بتاعه ايه ان انت هتعرف في الاخر تعمله recycling او disposing بطريقة ما تبقىش هاردفل للبيئة يعني تمام فده بس ايه اجابة على السؤال ايه هي الـ green electronics او ايه الـ focus بتاعنا ايه طيب اول نقطة بقى في الجانب الـ historical يعني خلينا نبدأ الاول اول topic بتاعنا اللي هو الـ progress اللي حصل في الـ electronic products نتيجة التأثيرات البيئية اللي هي الـ environmental progress اللي حصل في الـ electronic products يعني فهنبدأ بالجانب الـ historical الاول نفهم كده ايه عبر التاريخ الموضوع بدأ يـ evolve ازاي لحد ما وصلنا للوضع اللي احنا فيه دلوقتي يعني فمن اوائل الحاجات اللي حصلت في الـ 60ات تمام ان بدأ يبقى فيه environmental movement تمام يعني بدأت الناس تتكلم بقى اكتر على التأثيرات البيئية للـ electronic components واضرارها وهكذا بدأت الناس تبقى aware بالكلام ده وتتكلم عن المشاكل دي وتكتشف المشاكل دي لان انتو لو يعني لو يعني حاولتوا تقروا شوية او تخرجوا على برامج بتتكلم على التأثيرات البيئية حتى الـ electronic components حتى لو تكلمنا للتأثيرات البيئية حتى الـ chemical waste تمام؟ هتلاقي ان في فترات من الزمن الناس ما بتبقاش عارفة اضرار الـ chemical waste وعادي بتاخد الـ chemical waste وبتخزنه في مثلا في اماكن معينة تحت الارض او بتخزنه في اراضي فضية سواء بقى مزارع في الصحر او في اماكن معينة وما بيكونوش الناس عندهم الـ culture او الـ awareness بتاع الأضرار بتاعت الـ chemicals دي حتى احنا بنتكلم على chemicals باشي بنتكلم على electronic waste لحد ما للأسف الشديد يعني بتبدأ بقى الكاميكا الزيت تتصرب للايه؟ تتصرب للتربة ممكن تتصرب بعد كده للمية الجوفية اللي موجودة او لمصارف المية اللي موجودة وتبدأ تخش بقى بعد كده في الزراعة تبدأ تخش في السيكل بتاعة الأكل اللي بيوصل للبني آدم خلاص او سواء لو هو عايش قريب منها بتبدأ تأثر يعني direct لي عليه فتبدأ بقى ساعاتها بتبدأ تأثيرات المواد دي تظهر على صحة الانسان فممكن ساعات كتير تلاقي السيكل دي ممكن بتاخد لو هي مش direct impact ممكن تاخد عشرات السنين لحد ما تبدأ الناس تحس التأثير الـ waste او حتى لو هو chemical waste كمان على صحة الانسان ويبدأوا فعلا يعني ايه يعلوا الـ awareness ويفهموا الناس ويخنعوهم ان لا الكلام ده غلط لان طبعا متبقاش برضو في البداية في ناس بالذات الشركات نفسها ممكن تكون هي اللي بتعارض حاجة زي دي لان الشركات في الآخر بتبقى للأسف حاجة كتيرة مركزة على المكاسب البدلية تأسجيرات البيئية تسجيرات البيئية تسجيرات البيئية تماما فساعت كتير الشركات اللي بت Argentine waste dam ما ايجبها ما بيبقاش عندها القابلية ان يتحاول تدفع تكلفة زيادة شويق بحيث تعرف تخلي تدسفوز بالطريقة الصح أو تإليمينيت الوست أصلا من البرودكت والدزاين بجرين أو فرندلير ألمنت للإنبيرومنت فبيبقى فيه ساعات رزيستنس كبير جدا من الشركات دي إن هي تأدمت أو تعترف بأن فعلا الوست ده مضر بالبيئة يعني فعشان كده الحاجات دي ساعات بتاخد عشرات من السنين لحد ما تدفلوك الأويرنس وتبدأ تعمل زي ما احنا كاتبين كده موفمينس إن الناس تبدأ تفهم فعلا أضرار الكلام فالكلام ده برضو في الإلكترونيكس خد وقت في السيبتنات حد ما بدأت تدفلوك إستابلشمنت يعني المؤسسات يعني زي أو الإستابلشمنت اللي هي الإي بي اي اللي هي الإنبيرومنتل بروتكشن اي جنسي اللي عملت في السبعينات عشان تبدأ تنظم بقى العملية بتاعت الإيه الإلكترونيك ويست تمام تمام بدأت بقى تعمل إيه الإي بي ايه بدأت يعني ساعتها بقى بدأ يبقى فعلا الهزردز بتاعت معادن كتيرة مترز يعني والكيميكالز اللي موجودة في الإلكترونيك إندستري تبدأ بقى تبا ركونايز تمام فبدأت الإي بي اي اللي هي الإنبيرومنتل بروتكشن اي جنسي دي تبدأ تحط لمتز تمام للمعادن دي معادن الضارة دي زي ايه مثلا زي الكبر طبعا الكبر موجود بكثرة في الإلكترونيك كومبوننس بتاعتنا لأن كل بتاعتنا معمولة عشان بتاعته طبعا عالية جدا والخصائص بتاعته كويسة وبيستحمل وكلام دي كله اللي انتم عارفينه طبعا من الدراسة بتاعتنا حاجات تانية زي اللاد زي انت فانا هو الأصدير لأنه مستخدم كتير جدا في مواد اللحمات هنتكلم برضو ليه لأسباب استخدام الأصدير كتير مواد تانية زي كادميام زي الميركري زي المواد دي كلها بتلاقيها بتخش كتير في الصناعات الإلكترونية وهنتكلم بعض الأمثلة قدام شوية في المحاضرات الحاجات دي موجودة في ايه يعني تمام طيب فبدأت خلاص هي معترفة ان المتيريال دي موجودة في الصناعات الإلكترونية خلاص بس بدأت تقول لك ايه طيب خلاص انا مش هبص مش هركز معاك انت بتحط قد ايه في الصناعات بتاعتك تمام او في ال ايه او في ال ال components بتاعت لك بس بدأت تقول لك طب انا هركز بس ان انت ال industrial effluence دي بمعناها ايه بمعناها مخرجات الصناعة يعني بمعنى مثلا ايه معنى انا عندي مصنع بيصنع حاجات معينة فانا المصنع ده هو نفسه بيخرج منه ويست تمام يعني مصنع نفسه وهو بيصنع الحاجات دي ممكن يكون بيخرج منه مثلا يعني عوادم في الجو او بيخرج منه ويست سائل مثلا او حاجات زي كده او سكراب ماتيريال يعني ماتيريال زيادة مثلا من ال من ال و الميركري او او ال والحاجات اللي زي دي والمصانع دي نفسها المخرجات اللي خارج دي عايزة تتخلص منها تمام فبدأ يحط الليمت دي على الفلو دي تمام فبدأ يقول لك خلاص انا هركز بس ان المعادن دي اللي خارج منك انت يا مصنع مثلا كويست ما تزدش عن one ppm خلاص one ppm دي ppm معناها part per million خلاص يعني يعني لو عايزت تفهمها بصرها ان هي ايه لكل مليون يبقى عندك واحد يعني كانها واحد في المليون كبرسنتج يعني فكر فيها كبرسنتج واحد في المليون وتابر بقى انت بتقسها بالوزن بتقسها بالفوليوم بتقسها بايه مهم هي واحد في واحد يعني واحد في المليون منه مايزتش نسبة الكبر او الكادمية معا كتب بس هي ما ركزتش على المنتج نفسه اللي انت بتنتجه لأ هي ركزت على جوائي عملية التصنيع اللي المصنع عايز يخلص عملية التصنيع بس جات مثلا على بعض الحاجات اللي اضرارها فعلا معروفة اكتر زي الهكسافيلينت كروميوم الهكسافيلينت كروميوم ده يعني الاسف من المواد المسرطنة ولي يعني مشاكل صحية طيرة جدا بدأت تحط مثلا على حاجات زي دي اقل بحيث تتأكد ان انت مش عاب عندك نواتج من مخرجات التصنيع ما تزدش عن 1.1 ppm في حالة زي مثلا ايه الهكسافيلينت كروميوم تمام فبدأ دي تبقى اول ايه خطوة في اتجاه ان هما يحطوا المت على عملية ايه المانيفاكترينج بتاعة ايه البرودكتس دي بقى سواء الالكترانيك او اي نوع يعني من ايه من البرودكتس تمام بدأ الموضوع ييييفولف اكتر بعد كده لحد ما في 2006 ظهر بقى حاجة يعني هتشوفه احسن قوي من من ال-EPA عملته ظهر الكلام ده في الاتحاد الأوروبي اللي هو ال-European Union بدأ ينتروديوس حاجة جديدة اسمها restrictions on hazardous substances تمام؟ وخدت الأكرونيم R R من restrictions تمام؟ On H ال-O يعني عشان On بعدك كده ال-H hazardous وبكده ال-S من ايه؟ فبدأت تبقى معروفة بالأكرونيم ده هتلاقيه يعني الأكرونيم ده مشهور جداً يعني اللي منكو بعدك كده مثلاً بيحاول يشتري أي electronic component عشان يستعمله في circuits دايماً هتلاقي لو هو يعني بيابايد باي regulations بتاعت ال-R-O-H-A ال-R-O-H-S تمام؟ الايه restricted restrictions on hazardous substances هتلاقيه هاتطلك اللوجو بتاعهم طبعاً هما ليهم لوجوز كتيرة بالـ عبر الزمن يعني بس انا حتطلكه هنا ايه؟ يعني ايه؟ ال-2 لوجوز اللي مشهورين يعني شوية اللي هو ال-R-O-H-S لوجو اللي هو عالمة الصح ده وعالمة الايه؟ ورقة الشجر الخضرة دي يعني يعني عشان يواريك انه هو ايه؟ انه هو الهدف بتاعه انه هو يبقى green او الهدف بتاعه ان هو يبقى صديق للبيئة يعني. طيب. فعمل ايه بقى الاتحاد الاوروبي لما اسس الجهة دي اللي يسميها ال-R-O-H-S. فال-R-O-H-S دي بدأت تعمل وبدأت تحط الموضوع بتاع الهازردس ماتيريال خلاص بس بدأت تعملها بطريقة مختلفة شوية تمام بدأت ايه بدأت تحط برضو على المواد المتالز الضارة زي الليد ميركري برضو الهكسافيلاند كروميوم حاجات تانية زي ال-Poly Brominated Dypheline Ethers وهنتكلم قدام يمكن يعني ان تستخدم في ايه الحاجات دي في ال-PCB Manufacturing هتا هتظهر بعد جدا شوية في الكورس تمام بدأت تلمتت لبرسنتجز برضو خلاص قد تبدو من هنا ان هي برسنتجز اعلى شوية بيقولك ايه مثلا المواد دي 0.1% تمام طبعا 0.1% لو جيت تفكر فيها كده دي نسبة اعلى قوي من 1 PPM على بس 0.1% دي معناها كام؟ معناها واحد في الالف مش كده؟ احنا ممكن نتكلم في ال-EPA على واحد في المليون او او ايه او 0.1% في المليون بس هنشوف ازاي دي طلعت احسن حقيقة هنفهم دلوقتي الكلام دي ازاي فبدأوا يحط Limits 0.1% على الحاجات دي تمام؟ الحاجات تضارة اكتر زي الكادميم عشان اختاره على الصحة بدأوا يلمتوا الكادميم ل .01 تمام؟ تمام؟ آآ بدأ في سؤالة؟ آآ يا دكتور معلش هو هو الارقام دي برضو يعني على زي الآآ زي اللي هي التانية بتاعت الـ يعني الفاتت ولا ولا الارقام دي على الـ الـ device المانيفاكشور بنفسه؟ لا ما بالضبط احيط دي بقى بالضبط الموطنة بس هقولها اللي هي الفرق بين الـ ROHS والـ EPA تمام؟ الفرق بينهم ايه؟ انه هو آآ هنا زي ما قلنا يبدو ان النسب زادت بس الميزة بقى في الـ ROHS انها عملت ايه بقى؟ الـ approach بتاع الـ ROHS انه هو بيحاول يـ eliminate الـ hazardous material خلاص او يقللها طبعا هو مش بيـ eliminateها 0% هو بس بيقللها بس بيقللها فين بقى؟ مش في الـ industrial effluent زي الـ EPA اللي هو المخرج الصناعي اللي هو الـ waste بتاع المصنع نفسه لا هو بدأ يحاول يـ eliminate it في الـ product ذات نفسه يعني بدأ يركز على الـ product اللي انت اصلا بتصنعه وهو ده اللي انت هتروح تديه للـ consumer والـ consumer بقى يستخدمه وبعد كم سنة الـ consumer بقى يعمل ايه؟ هيرمي الـ product ده ويتحول لـ electronic waste فهو بدأ يعالج المشكلة اكتر من المنبع خلاص بقى ان انت اصلا هقلل لك الكمية المسموحة ان انت اصلا تحطها في الـ product نفسه فطبعا ده كأنك بتحلل مشكلة من المنبع نفسه مش بتشوف بس ايه؟ ايه البوائي اللي خارجه اللي هي الزيادات اللي انت مثلا ايه؟ اللي ما تحطتش في عملية التصنيع كمان فده الفرق في الـ approach بتاع الـ EPA عن الـ ROHS وعشان كده يمكن الـ ROHS نجح اكتر ان هو زي ما قلنا يليمينيت الـ hazardous material at the source نفسه فبالتالي لما تليمينيته في الـ source نفسه الـ need ان انت تعمل waste treatment facilities هيقل طبما انا اصلا قللت الكمية المسموحة ان انت تحطها في الـ product بتاعك فخلاص فبالتالي كمان هقلل الـ الـ الاحتياج للـ waste treatment facilities الـ waste treatment facilities ديه مقصود بيها المصانع اللي هي مطالبة ان هي تعالج الـ waste ده لان طبعا الـ waste قبل ما حاول اتخلص منه هنتكلم بعد اتخلص منه ازاي ممكن مثلا افسد حاجة الناس بتدفنه تحت الارض مثلا تمام هنتكلم مع الكلام ده قدام شوي فلازم قبل ما تدفنه الاول اعمله عملية treatment اعمله معالجة عشان ما يقصرش على البيئة عشان قبل ما تدفنه في الحاجة اللي احنا بنسميها landfills landfills اللي هي انك تدفنه تحت الارض يعني انك تملى الارض بيه من تحت يعني تمام فبالتالي هتقلل قوي الاحتياج زي ما قلنا الـ waste treatment facilities والـ landfills وحتى هتبسط عملية recycling لان انت قللت الكميات المحطوطة في المنتج نفسه فاللي منكم مثلا هيخش على distributor زي فيه distributors كتيرة مشهورة بيبيعوا electronic components منهم مثلا يعني طبعا ديكو على سبيل المثال في حاجات زي وابسايت مصة مشهورة قوي شركة اسمها دي جي كي مثلا دي جي كي دي من الشركات المشهورة جدا اللي انت بتخش تدور على اي part number لاي IC تمام وهي بتقولك انا هجيب لك الاي سي دي مثلا من الشركة الفلانية يعني هو كأنه هو موزع بيبيع IC بتاعت اي شركة من شركات الايه electronic products مثلا تمام طبعا بتكلم على IC بسيطة يعني ممكن مش processors وحاجات زي كده يعني بتكلم على ايه integrated circuits amplifiers مش عارف mixers low noise amplifiers مثلا oscillators حاجات زي كده ام كمام امس مثلا whatever يعني هتلاقي مثلا ايه بقت نوع من الدعاية للمنتج بتاع الشركة دلوقتي وانت بتدور على ان هو يحط لك اللوجو بتاع الايه بتاع الrohs لان هو بيقول لك والله دلوقتي هتشتري المنتج ده من عندي انا ايه انا environmental friendly والمنتج بتاعي بي comply by الايه ال directives بتاعت الrohs فهتلاقي فعلا ان هو هتطلق على ال data sheet بتاع المنتج وعلى الايه بتاع المنتج اللوجو بتاع الrohs فبقيت حاجة من الايه حاجات المهمة دلوقتي في ال product او ال electronic products in general ايه 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 سؤال اتفضل بقى او صباح تذكروا مش المفروض ان انا كده هيبقى برضو انا من غير للمتس لي يعني مهما كان برضو انا الوايست اه الاحتياج ليه بقى قليل اه ولكن انا كده ما عنديش اي للمتس اصلا بتحكمه لو انا مشيت على الrohs بص هو يعني هو كلامك صح تمام بس هي الفكرة ايه ما تبصلهاش كده بص بص لها ان هما مكملين برضو لبعض يعني بمعنى ايه مسلا لا تعالي نرجع مسلا الخطوة الوراء خلاص ده ايه ده مثلا في امريكا خلاص فمعنى كده ايه معنى كده ان اصلا مفيش مصنع هينفع يفتح غير لما هي ابايد باي الايه باي بتاعت الاي باي خلاص on top of this بقى كمان لما ييجي يبيع المنتجات بتاعته في الاتحاد الاوروبي مسلا لو هما مش هيسمحولك اصلا تبيع في الاتحاد الاوروبي غير لو انت فدي ايه on top اف دي كمان انت فهم عظيم تبصلهاش على ان هي ايه يا دا يا دا تمام بس دا هيبقى ابلايد مسلا في حالة لو في حد او شركة مسلا من امريكا بتتعامل مع مسلا في اوروبا دي دي كيسز يعني لكن لو هو مسلا الشركة مسلا في امريكا بس وتعامل مع امريكا بس هتبقى بس بي بتاعت اليو اس لو مسلا شركة بس في اوروبا بس هو مش محتاج خالص ان هو اصلا يطبق بتاعت اليو اس هو يعني الارو اتش اه اس بالنسبة له وكيف يا وهو دا هو كده قانوني مسليم ومبسوط جدا ايه مزبوط الكلام صح بس برضي يعني بص احنا خدنا دي على سبيل المثال هنا بس انت لو فكرت فيها هتلاقي اي دولة هيبقى عندها اه مماثلة للا بتاعت ايه بتاعت امريكا يعني هو الحقيقة هنا يعني هو يعني كاتب بالكتاب دا يعني هو اصلا ايه بتكلم على الدنيا ازاي وهي امريكا كانت من اول الدول اللي ايه اللي بتبوست الالكترونيك اندستري يعني تبقى ما ازيه فلكن ان جنرال لا كلام صح هتلاقي في مثلا افسد حاجة في مصر هتلاقي وزارة البيئة مثلا اكيد حط لك جايد لاينز لمخرجات لمخرجات بعملية انتاك في اي مصنع متفاهم ازيه فاي دولة هتلاقي فيها ايجنسي مكافأة اه فيها الجزء بتاع الايه بتاع مخرجات الصناعة عبدا متفاهم ازيه اه انتفاهم ازيه حتى بقى التسويقية بقى بتاعت الايه الارويتش اس برضو خلي بالك مش معنى ان الارويتش اس ديفلوب في يوروبيان يونيون ان بقية الدول مش هتستخدمها بمعنى ايه يعني اخدينها زي ما نشوف كمان شوية في السلايدز اللي جاية انت شركة مش في الاتحاد الاوروبي خلاص لاتس سي ان انت شركة مصنعة في امريكا برضو تماما هل انت هتبقى عايز تطلع منتجات متبقاش مع الارويتش اس اكيد لأ ليه لان انت لو عملت كده يبقى انت قفلت على نفسك ماركت كبير جدا اللي هو كل اوروبا فدايما اي شركة بتفكر ايه لما بتلاقي حاجة زي دي وبتلاقي زي ايه ان الحتة الفلانية محتاجة ان انا طب خلاص يبقى انا عشان مقفلش على نفس الجزء ده انا هبقى عشان انا اعرف اسوى المنتج بتاعي في كل حتة تاني اتبقى ميزة الحاجات دي ان انت يعني زي ما اتكلم كمان شوية ان انت يعني اللي بقى السلايد اللي جاي يعني ان انت اول حاجة لازم تبقى aware of الايه؟ over rules و laws و regulations و standards و policies تمام؟ ليه عشان ت comply by الكلام ده طب ايه اهم؟ يعني الحاجات دي بقى بتيجي على different tiers زي ما كنا نقول regulations و standards و laws و policy دي بتيجي على local تمام؟ على مستوى local المحلي الاول بعد كده بتيجي على مستوى national يعني بتيجي تشوف بقى كدولة بقى مش بس كمسلا محافظة القاهرة او محافظة جيزة لها قواعد ممكن لأ ممكن تشوف بسا ايه على مستوى مصر كلها مثلا في مصري اكيد في قواعد على المستوى بقى الدولي ممكن يكون في قواعد تانية خلاص ممكن تلاقي قواعد على المستوى الدولي مثلا في بعض الحاجات restrictions اكتر تمام؟ بس انت لو انت مثلا بتعمل مصنع في مصر وعايز تبني electronic components انت في الاخر مش هدفك بس ان اكتباعها في المحافظة بتاعتك ولا في الدولة بتاعتك بس لأ انت عادة بيبقى الهدف بتاعك بما اظهر الاحيان ان انت توسع الماركت وتجو international فدايما بيبقى مهم جدا بتاعك كل ال regulations من ال local up to the international عشان تعرف اه تزود بتاعك للايه ال electronic products يعني بتاعتك تمام؟ تمام شكرا فزي ما قلنا فهي الخطوة الاولى عشان تديفلوب ال green design اللي احنا بقى نسميه green design يعني انت تكون design your electronic components عشان تبقى environmental friendly ويبقى عندك manufacturing competency يعني خطرة ان انت تعرف تمنفكتشر الحاجة دي وتعرف تباعها في local and international markets هي اول حاجة المعرفة الايه the regulations دي طيب عرفت regulations ايه بقى الخطوة التانية اللي مهمة بعد معرفة regulations وبعد معرفة ان انا ما ينفعش احط مثلا نسب زيادة من الميركري او نسب زيادة من اللاد وهكذا ايه بقى الخطوة اللي بعدها بعد معرفة القواعد ان انا اعرف اعرف ال process بقى steps يعني طب انا مش هارف استعمل اه نسب اكتر من اللاد يبقى لازم الاقي بديل تمام لازم ادور على طرق تانية وهكذا فلازم اعرف ال process steps اللي انا هتبعها لازم اعرف ال chemistry بتاعة new materials اللي انا هقدر اريبليس ال hazardous material بيها تمام ويبعندي ال analysis tools ان انا evaluate ال material properties الحالية اللي انا كنت نفسي استعملها اللي هي ال hazardous طبعا لان هي اكيد انا بستعملها لسبب مش كده انا مش هستعمل ال hazardous material وانا عارف انها hazardous الا لو في سبب قوي كان اصلا بيدعونا لكده وهنتكلم بالنفصيل على الكلام ده قدام اه فلازم انا بفاهم ايه ال materials الكويسة بتاعتها وعرف ايسها و evaluated عشان اقارنها بال new materials اللي هي ال proposed by green replacements اللي انا هستبدلها بيها عشان ايه اعرف اسوق وبيع المنتج بتاعي تمام طيب برضو يعني تكملة على الكلام ده في حاجة بنسميها supply chain طبعا يعني انتوا اكيد بفاور بالمصطلح يعني ال supply chain دي كأن هي ايه هي ال chain بتاعت ال electronic product ده من ساعة ما تبدأ تصنعه لحد ما توديه للايه لليوزر بتاعه خلاص يعني مثلا في معظم الاحيان ما بيبقاش single manufacturer هو اللي بيصنع الحاجة ما بيبقاش حد واحد شركة مثلا يعني دي احنا بنصنع لابتوبس مثلا مش هتبقى نفس الشركة اللي بتصنع اللابتوب ده هي اللي بتروح تستخرج من بطن الارض السلكم وتعمل 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 وتستخرج من بطن الارض مثلا كفر واللد والمركري وتحولهم لاسلاك وهكذا طبعا مش كده دايما بيقى في ايه different steps كده اللي هي بنسميها supply chain خلاص فيه في شركة هي اللي بتصنع ال wafers شركة بعد كده هي اللي بتعمل integrated circuits شركة بعد كده ممكن هي اللي بتعمل packaging شركة هي اللي بتعمل assembly شركة هي اللي بعد ما بتعمل chip بتباعها الواحدة تانية هي اللي بتعمل boards وتعمل ايه المنتج النهائي فان جانرال الناس بتقسم ال supply chain للنوعين من الشركات ال OEMs والVAR خلاص الVAR ده مش طبعا مش بتاع الكورة يعني هذا الVAR تاني يعني تمام ال OEMs دي اللي هي الايه؟ بتسميها ال original اختصار original manufacturer خلاص بمعنى ايه لو فكرت في اللابتوب ده يبقى ال OEM هو نفسه هو اللي بيصنع ال IC خلاص يعني هو ايه اللي بيروح يصنع ال IC يبقى اللي عمل ال original equipment بس اللي عمل ال IC ده مش بيجي يبقى هلك انت انت كيوزر في الاخر مثلا اللابتوب ده او الكمبيوتر ده هو مش بيجي ده لك انت وانت تتصرف صح؟ هو بيروح يديها ل another manufacturer بالسميه بقى ال VAR اللي هو Value Added Reseller خلاص ال Value Added Reseller ده هو بياخد ال equipment الاولانية اللي تصنعت اللي هي في الحالة دي ال IC ويضيف بقى عليها شوية حاجات يضيف عليها بورد يلحمها مثلا يضيف لها شاشة يضيف لها software ويباعها لك تمام فعشان كايب يسموه Value Added Reseller خلاص فطبعا الجزء بتاع ال Hazardous Material معظم العاطق بتاعه يقع على مين؟ يقع في الاصل على الايه؟ على ال OEM اللي هو اصلا بيصنع الحاجة وبيحط فيها الايه؟ ال Hazardous Material نفسه خلاص طيب فال OEM دول برضو لو جيت افكر فيهم ما هما برضو بيصنعوا الحاجات دي يعني هما برضو بتبقى multiple steps يعني مش شرط ال OEM ده يكون بيعمل الحقيقة كل حاجة مرضو ممكن يكون package بيتعامل في حتة ممكن تكون ال Wafers بيتصنع في حتة خلاص فال OEM دول برضو بيبقى ليهم their own suppliers خلاص فلازم برضو ال OEM نفسه هو بيصنع الحاجة يبقى بيختار السبلاير اللي هو متأكد انه هو هيconform لل specs بتاعته specs بمعنى specs بتاعته compliance قصدي زي حاجة زي ال ROHS مثلا فمثلا انا هيجي اصنع ال IC دي لو انا عايز product بتاعي يبقى ROHS compliant يبقى انا لازم اوديه لل supplier اللي هو هيعملي package مثلا بتاعتي يبقى برضو ايه ROHS compliant لانه لو اضف حاجة مش compliant يبقى كده خلاص product كله بتاعي مبقاش ايه compliant فهو بيبدأ بال ايه بال OEM زي انه هو اللي يروح يفورس السبلايرز بتاعه انه هو يستعمله كل الماتيريالز اللي ايه المطلوبة لل compliance بتاعي نعم تمام فال OEM زي ما اقولنا هي companies اللي الجودز بتاعتها بتستخدم بشركة تانية عشان تصنع الايه ال product اللي هيروح لل end user اللي هو اسملها ال VAR نعم وال OEMs هو المفروض زي ما قلنا يفورس specific green material تتحط في ال product عشان يبقى compliant وال finishes وهنتكلم ايه كلمة finishes دي في الاخر يعني في بعض المحاضرات اللي هي نتكلم على IC finishes دي بتبقى جزء من ال finishing على packages والboards وكده فهو اللي لازم يفورس السبلايرز بتاعته انه يستخدم green material في ال ايه برضو في الفينشز بتاعت ال ICs او ال PCBs بتاعته تمام وفي نفس الوقت مش بس ال OEMs هيفورس ان نازل تستعمل materials و finishes that are green بس زي ما اتكلمنا من شوية برضو ال OEMs دول لازم يطلوبوا من السبلاير ان هما يدوهم ايه الquality verification لان زي ما اتفقنا انت لو هتبدل material بmaterial وهتقولي لا انا هصنع بmaterial green بدل المaterial hazardous طبعا انا لازم انا متأكد من reliability والquality مش كده مع الquality دي يعني كلمة قريبة من reliability بس فيه فرق شوية بينهم بس they're tied together فانت لازم تضمن الquality تاع الproduct بتاعك فلازم تطلب من السuppliers انه يديك الverification بتاعه بتاع المنتج بتاعته زي ان هو يعمل reliability testing quality testing اللي هو بيستخدمه تبعا? هتفضلو فيها سئلة لو سمعت بكر ايه الفرق بس ما عنيش بين والسuppliers بس شونات لعباتكم ما بينه لا ما هي اه 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 بين بص يعني هي ايه هو انت ممكن تفكر فيه ان هو هو السبلاير بتاع الفار تمام؟ يعني السبلاير هو اللي بيديك الحاجة اللي انت محتاجها يعني هو يعني فهم قصدي يعني السبلاير هو اللي انت بتروح تشتري منه الحاجة صح؟ فالأو اي ام هو السبلاير بتاع الفار بس في نفس الوقت الأو اي ام دا هو برضو هايز اون سبلاير لان او اي ام دا مثلا لو لاتس اسيوم الأو اي ام دا شركة زي انتل مثلا خلاص بتصنع الايه بروسيسورز خلاص وبقى كي ببيع البروسيسورز لشركة تانية تحطها في الديستوبس بتاعتها مش كده مش ده اللي بيحصل مع انتل مثلا فانتل ممكن ينطبق عليها لفظ او اي ام طب مين بقى السبلايرز بتوع ال او اي ام لها انتل ما هو انتل بتصنع الاي سي دي مش كده طب فالاي سي دي بتصنع في مصنع فلازم المصنع دا يكون بيستعمل ايه اه فابريكيشن بروسيس ما فيهاش اضرار للبيئة فقادي او السبلاير لانتل طب مين السبلاير التاني لانتل السبلاير التاني الانتل هو مش انتل لما بتعمل ال البروسيسور او ميكي البروسيسور دا بتعمله باكيجين فالباكيجين دي ممكن تبقى شركة تانية تعتبر هي السبلاير بقى بتاع انتل ان هي اللي ببيع لانتل ال باكيجز اللي انتل بتحط فيها مثلا البروسيسور بتاعتها تمام فسعايتها انتل لازم تفورس السبلاير دا انه يديها حاجات ايه مش بس ممكن يبقى انتل ليها سبلايرز بيدوها بوردز عشان تحط عليها بتاعتها فبرضو لازم هي ان هم يدوها الحاجات دي تبقى ايه تبقى برضو بتستخدم الارو اتش اس اه برضو ان الو اي ام المفروض ان هم بيخورس اه سبا سباير 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 ان هم يبقوا تابعة اه ان هم يابايد باي الارو اتش اس اه القوانين يعني الارو اتش اس قرد عليها طب وبالنسبة للفار الفار كمان مفروضي ابايد باي القوانين دي مزبوط طبعا مزبوط الفار بقى هي ابايد ازاي موجود كل واحد بيكبر اللي تحته تفهم عظيم ليه لانا لو انا او اي ام ومش بابايد باي الارو اتش اس الفار ده مش هيشتري مني هيروح هيشتري مني حد تاني خلاص ليه لان الفار ده في الاخر عايز يبيع المنتج بتاعه فهو عشان يعرف يبيع المنتج بتاعه لازم كل الحاجات اللي جواه برضو تبقى رو اتش اس كمبلاينت انت فهم ازاي فهي ايه هي كل الحقيقة يعني مصلحة كل انها تبقى كمبلاينت لان لو حتة مش كمبلاينت خلاص شكرا طيب تمام مثال بقى الاخير بس اخر سلايد اخر قلت يعني في السلايد دي بس هي مثال على ايه هي يعني زي ايه مثلا تمام زي مثلا ابسط مثال زي ما كنا نسه نتكلم اللحمات مثلا لو انت انت بتعمل اللحمات مثلا على البي سي بي عند سبلاير مثلا بس السبلاير ده هي عايزة يبقى لد فري عايزة يعمل اللحمات من غير الرصاص تمام فساعتها ممكن تبقى هي خايفة من الريليابيلتي والكواليتي فتطلب منه حاجة اسمها الادهيجن والبول تاست ايه الادهيجن ده والغرض من صولدرين صولدرين انك تلحم كومبونت مثلا في بورد تمام فالمهم ان يبقى فيه الادهيجن كويس الادهيجن يعني ان انت بقى البرت لزق كده في البرد ما بتفك منها لازم تطلب منه تاست للادهيجن ده او بيسموها الpool تاست يعني انه بيقعد يشد كده البرت ويتأكد انه مش هيفك من اللحمات بتاعته تمام او انه تطلب certification of compliance يعني تقول وريني فين certification بتاعت انه compliant بال ايه بال ال ROHS مسلا او ال bands on hazardous material لو فيه منع تماما لبعض ال ايه ال hazardous material تمام ننقل بقى الجانب الايه العكسي يعني الفروت انت ما عملتش الكلام ده صح يعني بمعنى ايه بمعنى انت ك OEM مثلا ما جيتش تطلب من بتاعك لهم يواجهوك quality data والreliability data وقلت لأ انا مليش دعوة انا عايز اروح green واقلب كل حاجة green green materials green processes لان خلي بالك هي green حاكتين مش بس المستخدمة ده كمان المستخدمة الجديدة دي هتحتاج new processes في عمارية التصنيع لان اكيد كل material هتبقى لها different process في التصنيع على حسب الكامستري وعلى حسب ايه خصائصها يعني كمان فممكن لقى نفسها تغيرت في process نفسها كمان بتاعت الايه التصنيع طيب فايه الconcern ان انت تأدبت green material او green processes اهم حاجة هي زي ما قلنا الquality reliability and manufacturability لهم التلات مؤدد quality reliability and manufacturability طيب ايه الفرق بس بين التلاتة الquality هي الجودة بتاعت المنتج يعني انت المنتج بتاعك الperformance بتاعه عامل ازاي هل هو احسن منتج ولا ايه quality بتاعتك اقل شوية يعني مثلا 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 بسيط كده لو انا بعمل PCB traces مثلا وقيت اقول لك والله PCB traces دي انا هستعملها في 5G راديو مثلا شغالة عن 28 جيجهرد فانت يهمك قوي اللاص بتاعت الت traces دي اللي هتوصل الانتنة مثلا لل transceiver بتاعك مش كده اللاص طبعا كل ما هتقل احسن انه هتحسن هتحسن output power بتاع transceiver بتاعك هتحسن لويس figure طب جيت انا اقول لك لا انا green بقى material بتاعتي بتاعت PCB او process اللي هي تصنيع PCB بتاعي عشان يبقى اللاص بتاعتي بتاعت PCB traces زادت شوية بدل ما ينص DB بقى 1 DB per centimeter يبقى كده انت quality بتاعتك اسوأ على طول تمام يعني يبقى انت ايه كأن دا المجر بتاع quality اللي هو performance بتاع ايه بتاع الدايرة اللي انت بتعملها تمام طب الفربة بينها وبين reliability reliability هي ايه مش بقى الجودة اللي هي بتاعك دا is reliable يعني مش هي break down مش هي fail بعد فترة يعني هو كويس دلوقتي ماشي انا شايف quality بتاعتك كويسة جاي بالنص DB loss per centimeter مسلا بس جد مثلا استخدم PCB دي لما درجة الحرارة مثلا عليت ووطيت مثلا اللحمات بتاعته فكت خالص مثلا يبقى كده ما بقى ريلايابل product يعني حصل له failure under operation يعني بعد ما شغلته بقى نتيجة temperature نتيجة current اللي مشي فيه نتيجة اي حاجة حصل ان هو ما بقى ش ريلايابل failed تمام and الحاجة التالتة اللي هي المانيفاكتش ريباليتي تمام برضو دي من اهم الحاجات يعني ما يفاشي عندي green material حلوة جدا شلت منها cool hazards green process حلوة والquality بتاعتها كويسة والreliability كويسة طب تعال بقى صنعها تليه نفسك مش عارف تصنعها من كتر ما هي معقدة steps بتاعت التصنيع مش دوب مش عارفة صنعها كل ما اجي صنعها مرة تشتغل مرة في يعني عملية التصنيع نفسها مش ايه مش واقعية فدي اللي بنسميها ايه المنفاكتورابلتي فانت لازم فعلا ال green process بتاعتك او الماتيريال تبقى تقدر تصنعها بفوليوم كبير مش مثلا تفيل 90% وتشتغل 10% لازم يبقى عندك yield عالي yield هي نسبة النجاح في عملية التصنيع يعني ويبقى الكوست طبعا بتاعها برضو مناسب يعني باش الكوست بتاعها يعني الكوست برضو ممكن نقول انه داخل من نقطة المنفاكتورابلتي دي تمام فبالتالي زي ما قلنا يبقى اهم النقط ان احنا محتاجين ال green materials وال quality و reliability ازاي بقى هل تست ال quality وال reliability دي دي نقدر نبدأ بالإيه بالsimulations نقدر نسميل بتاع المaterial دي طبعا التست reliability طبعا ال quality اقدر اسميلتها من البداية لان لو انا عارف ال rf performance بتاع المaterial الجديدة اعرف اسميلت ال quality بتاعت خلاص ال reliability دي بقى يمكن اعقد شوية عشان كده هنتكلم عليها اكتر ان شاء الله في الكورس يعني ان انا محتاجة اسميلت بتاع المaterial بتاعتي وال behavior بتاعها اثناء ال lifetime بتاعها ال green alternatives دي وبالتالي هحتاج اعمل very thorough tests و analysis لل green material بس الحقيقة زي ما هنشوف دلوقتي الثورو tests مش كفاية بس لل green material خلاص وهنشوف دلوقتي ليه يعني خلاص اتفقنا ان المهم او ان نعمل tests على green material وال processes مش كده عشان نعرف quality و reliability و manufacturing لكن حقيقة ده لوحده مش كافي وهنتكلم دلوقتي ايه ليه احنا مفروض المحاضرة تخلص 18 و 10 مش كده لموايد رمضان اه يا دكتور عشن احنا عندنا محاضرة تانية مشروب و روب خلاص فلي انا اقف هنا نكمل صائد الكهي المحاضرة بإذن الله انا بس بتعايز اتكلمكم عن مشروع بس سريعا في دي بيتين كده عشان يعني ايه تلحقوا بس تبصوا عليه عشان يعني 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 كل اعمال الثانية وهي طبعا اعتبر الترموذات اخرنا في البداية فمعليش يعني عشان تلحقوا بس تشتغلوا في يعني دلوقتي الكورس بتاعنا زي ما انتو شايفين كله بيكلم على التأثيرات البيئية الضارة كمان لل وطبعا الهدف من كده ايه في الاخر الهدف ان احنا يهمنا في الاخر صحة الانسان يعني الهدف من التأثيرات البيئية الضارة اللي احنا بندرسها وبنحاول نتجنبها ونتلافها هو في الاخر انها بتعود بالضرر على صحة الانسان فاحنا عايزين نتلاف الموضوع ده يعني فانا الكوفيد 19 فانا اللي كنت بفكر فيه الوقت بالنسبة لأعمال السنة ان احنا نحاول نعمل مشروع يعني يفيد خلاص الناس اللي حوالينا المجتمع اللي احنا عايشين فيه تمام ممكن يفيد كنتوا في المستقبل انتوا في سنة رابعة وان شاء الله خلاص يعني كلها ترمة بإذن الله تتخرجوا يعني تبقوا مهمسين الدنيا فممكن بعضكم بعد كده يعني يعني يكمل في مجال اللي لانهم مفيد يعني المجتمع اللي حواليه في الظروف اللي احنا فيها دي دي فالي انا كنت بفكر فيه صراحة ان احنا نحاول نتقسم لما جميع خلاص نخلي حجم مثلا عشرة وهقول لكم السببت دلوقتي يعني لان انا شايف ان احنا عايزين سكوب المشروعي كبير عشان يبقى حاجة practical انا عايز نعمل كل جروب تحاول تدبلوب مساموها ايه كل جروب تحاول تدبلوب جهاز تنفس صنوعي لل COVID-19 patients يكون الجهاز التنفس ده في oxygen sensors خلاص بحيث تقدر تقيس مستوى الoxygen في الدم وتقدر تاكتيفيت a pump تطلع oxygen في mask خلاص انا عملت search يعني طبعا انتم مش هتديبلوب كل حاجة from scratch هي في اردوينو kits بتتباع تقدروا تأسامبلوا الكتس دي يعني تلاقوا الPCBs جاهزة ومكتبة مجرد عملية بس ايه انك تزبط الsoftware وتركب الحاجة على بعض يعني هيبقى فيها شوية electronic design هيبقى فيها شوية software هيبقى فيها سنة يعني مش ميكانيكا القوي بس انا عزي تركيب للحاجة و assembly للحاجة على بعض يعني I think it is relevant للظروف اللي احنا فيها و it is relevant للcourse يعني فيه زي ما بقول لكم بعض الweb sites هتلاقوها بتبيع الكتس دي فممكن تقدروا تشتروا الكتس تعملولها assembly و تست الكتس دي وهطلق منكم انكم تعملوا زي video demo كده على المشروع وهو بيشتغل يعني زي five minute video كده demo وتكتبوا report طبعا عن design والدزاين ده شغال ازاي وعملتو ازاي مش لازم طبعا تشتروا كل حاجة جهزة ممكن بعض اي حاجات انتو تعرفوا تعملولها design يعني يعني انت الشطارة انت ممكن تلاقي الحاجة جهزة طبعا بس ممكن ده يعني غالية شوية فانعشان كده طلبت ان انتو تكبروا عدد الgroup لو التكلفة غالية ممكن نزور العدد عن كده ما عنديش مشكلة ان عدد الgroup عدد 18 اف طالب لو groups مش يعني موضوع ان انتو تعملوا actual design و deliver hardware صعب برضا ما عنديش مشكلة ان انتو تغيروا الموضوع وتعملوا حاجة تانية بس برضو تبقى relevant للكوفيد يعني مش لازم يبقى ventilator خلاص مش لازم يبقى oxygen ventilator بالmask ممكن يبقى اي حاجة تانية relevant للموضوع ده يعني خلاص اللي برضو مش قادر يعمل hardware يعني for financial reasons يعني لو الموضوع مكلف مفيش مشكلة برضو انتو تعملوا study او report عن الموضوع يعني بس طبعا الافضل او التقييم الاعلى هيبقى اللي هيعمل الاختشوال prototype اللي شاكتشوال يعني تمام ويعني يعملوا السورش هتلاقيوا حاجات كتيرة الجهزة تقدر تساعدكم يعني مش مش الشطارة طبعا كل ما الجروب هتبلد الحاجة اللي بنفسها ده يبقى افضل تمام يعني بس برضو اللي هيركب الحاجة جهزة مفيش برضو مشكلة كده ماشي قادم في سؤال او دكتور بس يعني الفكرة اللي احنا معنا على اخير محاول التقديم فالفروض احنا هللحق نعمل كلها يعني البروجيكت جميل يعني انا موافقة على البروجيكت بس انا حسنا الوقت مش تابعين انا معاك بوسي انا عارف نحن متأخرين شوية انا كنت نفسي طبعا لو كنت اقول لكم كده اقول لكم من اول السنة بس طبعا الظروف انا ما عارفتش ان انا ماخشين كورس غير من اسبوع يعني فعليش يعني هحاول لديكم الوقت as much as we can هنشوف لسه طبعا انتم شايفين الظروف احنا مش الترما هيخلص امتى ما هنش عارف دواتي الظروف هتب عاملة ازاي فلا تسي يعني خلينا نبدأ نشتغل بالمشروع ونشوف في الوقت هيعمل ايه هحاول تديك وقت على قد من انتم عايزين وهحاول تقش يعني لحد اخر وقت ما تلقوش من مشكلة الوقت يعني ولو اتزنقنا انا هراعي كده في فانا مش عايزكم انتم تضروا بعض يعني فلو هتشتغلكم مشروع بعض برضو ببلاش تجمعات تحاولوا تشتغلوا يعني اونلاين على قد ما تقدروا يبقى كله عادي يشتغل بالجزء بتاعه يخلصوا يدي للي بعده وهكذا يعني برضو التجمعات لان في الاخر الغرض هو ايه هو ان احنا نحاول يعني نحافظ على صحة البني ادم يعني مش ان احنا انتم تتعبوا يعني تمام طب دكتور بعد ازان حضرتك عشان نفس برضو فكرة التجمعات وكده هل ممكن يبقى حضرتك الناس دي تيلد اكتر بالموضوع وحيزن لو برضو عندنا طرح تاني او كده نبقى نقول لحضرتك عشان فكرة التجمعات نحن مش عارفين زي نشتري حاجة برضو حاجات كتير دلوقتي مش متاحة especially لو من برا ف ما انا قلت لكم اجان زي ما اقول لكم اللي حاسس انها تبقى صعبة ما فيش مشكلة ان هو يعمل حاجة مختلفة شوية تمام هو ده يعني انا في رأي يعني انا حاسس ده ممكن يبقى اعلى جور نقدر نأتشيفه تمام لو حد شايف حاجة احسن يعملها حد شايف ان هو مش هيقدر يعمل دي ويقدر يعمل حاجة اتنين يأسأله شوية ما عنديش مشكلة ايبن لو حد مش قادر يعمل هاردوير بروتوتيب سواء زي ما قلتلكوا الاسباب صحية او اسباب مادية او اي اسباب ما عنديش مشكلة برضو ان هيعملها اذا ثيورات كالستادي عن موضوع وخلاص تمام فده ما بديكم كل الابتشنز ماشي ماشي عباس بس حاولوا بقى تبدأوا على طول لان طبعا زي ما شايفين احنا متأخرين شوية يعني معلش ما اعتذر ان احنا بدأنا متأخر يعني بس نحاول نستفيد على الادماء بما تقدروا وزي ما بقول لكم ده ممكن حتى يفيدكم انتم وانتم هتخرجوا ممكن بعضكم يعني الظروف اللي احنا فيها دي تبقى حاجة مناسبة يعمل شركة بعد كده ويبيع الجهاز ده وهو يستفيد والناس يستفيد يقع تمام في اي اسئلة عندكم في محاقة نهاردة خلينا نقف بقى هنا عشان ما اخرقوش يعني اكتر من كده انا ان شاء الله يعني المحاضرة الجاية تبقى بعد العيد بازن الله فهرجع بقى المعاد بتاعها المزبوط يعني هنكمل على طالما هل الصوت كان كويس ما كانش في مشاكل مش كده لا تمام دكتور اي خلينا نكمل على لان بصراح يعني تعبني جدا الفترة اللي فاتت دي الصوت كان بيقطع والشاشة بتفصل كل شوية يعني فهبعط لكم تاني invite تبقى recurring يعني كل اسبوع بداية من السبت اللي جاي يعني في المعاد بتاع المحاضرة خلاص وانا قريدي عملت upload للمحاضرة الاولى دي على blackboard معلش ندخل على blackboard اللي فات لان ما عنديش access برضو ل blackboard اللي اللي الاسف يعني يعني النتيجة بس الظروف يعني مش عارفة مش بس عليها كمام بس تنزل لنا بس بالمشروع او تفاصيل وبس تكون مكتوبة يعني عشان بس ممكن يكون في حد اوامي من النوط او ماشي مفيش مشكلة اتكتبها الكبر خلاص ايش شكرا حاجة طائف اوكي كماما في اي حاجة تانية شكرا هاي هلص كل صان طائبين شوفكم على خير بعد العيد هاي يا السلام وعلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة